طيب حضرتك توليت في فترة منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام الآن المصري اليوم تلك صحافة حنقول صحافة قومية وعايزة أسحل حضرتك يعني إيه قومية وتوليت صحافة هنعتبرها خاصة إيه الفرق؟ لا هو التقسيم أنا رأي أن كل الصحافة المصرية صحافة قومية يعني لماذا أطلقنا عليها هذه التسمية؟ والله هي عاملة زي ما فيه ساعات في الأسماء بعضها ما هو غريب يعني واحد اسمه بسريع مثلا أو حق يعني هو اسم كده يعني اتسمى كده وبالتالي يعني شئ للتمييز ما بين يعني مدرسة وأخرى يعني إنما رأي أن إحنا جميعا يا مؤسسات قومية معنا نراعي المصلحة العامة إنما أيضا هناك فارق يعني أن نقدر نقول إن مؤسسة عامة بمعنى أن ملكياتها عامة ومؤسسة ملكياتها خاصة الفارق طبعا مهول للمؤسسة الأهرام عمرها حوالي 150 سنة التشعب بتاعها في عمليات النشر والطباعة والإعلان والحاجات لزي كده مش مقتصرة فقط على النيوز بيبر أو الصحيفة يعني المصر اليوم أنا يعني في العمل فيها أكثر ديناميكية لأنها هي الصحيفة والموقع الإلكتروني من هنا كمان إنه ما هياش أيضا مقيدة قوي بالظرف العام ممكن إنها تدخل في بعض المغامرات الفكرية للكتاب اللي بيعملوا فيها يعني فيبقى نوع من الإضافة وبتضيف تنويع للساحة الإعلامية والصحفية والفكرية المصرية طيب عدد الصحف في مصر حاليا كافي لجموع الناس؟ لا مش كافي ده هو بينهار ده هو بينكمش انكماش شديد يعني سواء عدد الصحف بيتراجع أو الصحف الموجودة نفسها بتتهافت مش من ناحية المحتوى ده موضوع تاني نتكلم فيه إنما من ناحية الحجم يعني كل الناس اللي كانت بتطلع زماني يعني في وقت ينا الأهرام كان بتطلع يوم الجمعة تمانين صفحة في الأيام العادية أربعين لخمسة أربعين صفحة دلوقتي لأ نتكلم على الأهرام ستة عشر صفحة يومية وإحنا كلنا بنشتغل المصر اليوم اتناشر الصحف الأخرى كلها تمانية ثمان صفحات مقارنة بما يحدث في بلاد العالم المختلفة اللي شهدت مولة صحافة مبكرة زي حالتنا يعني الفرق كبير جدا أولا المجتمعات الأخرى تركت صحافة تموت وكثير منها كريستيان سانسو مونيتور على سبيل المثال لايف ماجازين اللي كانت مشهورة قوي حاجات كثيرة تركت لمصرها الورقي اللي أعاد نفسه زي مثلا الواشنطن بوست ونيورك تايمز خلطوا بشدة ما بين الرقمي والورقي وتم ده باستثمارات كبيرة جدا يعني لما بيزوس جيف بيزوس دخل للواشنطن بوست تقدم 164 مليون دولار لعملية التطوير اللي خلت نقلت الواشنطن بوست للحالة اللي احنا فيها النهاردة فأنا عايز أقول هنا يعني بناخد كمان يعني أمثلة من الجارديان أو من بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لكن بنلاحظ أنه في بقية العالم في عملية الظاهرة العامة القاعدة العامة الانكماش إنما التوسع الكبير يعني أنا بقول دايما الصحف يمكن أن تتراجع لكن الصحافة لا تتراجع أبدا بالعكس بتتسع لأن الصحافة بتتكلم على كل ما هو له علاقة ما بين المعلومات والمعرفة والرأي العام ده الجسر الأساسي اللي بتعمله الصحافة النهاردة الديجيتال كوسيلة أو الرقم كوسيلة ما بيخلكيش مقيدة بمساحة الصفحة بيخلي الصور بتاعتك أجمل بكتير إلى أن البكسيلتي بتاعتها أو الدقة بتاعتها أعلى إنها كمان بتخليك تقدري تعملي في نفس الوقت يعني السايكل بتاعة الأخبار بتاعة الصحيفة الورقية 24 ساعة بينما الصحيفة الإلكترونية دقيقة أو أقل ترجمة نانسي قنقر